بلسان عربي مبين هكذا وصف الله تعالى الكتاب الذي أنزله على خاتم الأنبياء والمرسلين وتشرفت اللغة العربية بفضل تضمين الذكر الخالد الذي تكفل الله بحفظه شرف لم يأتي من فراغ فالكثير من الباحثين وجدوا أن العربية التي تضم 28 حرفا أصل اللغات السامية والبقية تعد فروعا ومجرد اشتقاق كما أن سعة مفرداتها وغزارتها التي تجاوزت الـ 12 مليون كلمة توضحان الجذور العميقة للغة العربية التي ينطق بها أكثر من نصف مليار ويظل الإرث الأدبي والمعرفي الذي قدمته اللغة العربية للبشرية بشهادة الكثير من المؤرخين العجم حق على أحقية اللغة العربية بتبوء مكانة مرموقة ودور الريادة بين بقية اللغات قياسا بالعلوم والمعارف التي ساهمت في نهضة الشعوب حتى أصبحت المكتبة العربية واحدة من أكبر المكتبات اللغوية في العالم ولم يقتصر دور العربية على إنتاج الأدب والتاريخ وكتب العلوم التي بدأت بالازدهار في بغداد والأندلس بل كان للعربية دور الوسيط الحافظ والضامن للفلسفات والعلوم الرياضية والفلكية القديمة وفي سياق شرح الأمم المتحدة سبب وراء الاحتفال بيوم عالمي للغة العربية أشارت إلى أنها ساعدت في نقل العلوم والمعارف والفلسفات اليونانية والرومانية إلى القارة الأوروبية في عصر النهضة وهو أمر لم تقم به أي لغة أخرى لتتحمل العربية مشقة هذا العبء الثقافي العالمي وتكون حلقة الوصل والناقل الأمين من حضارة إلى أخرى وواسطة العقد بين مختلف الحضارات وفي هذا اليوم لسان حال العربي يقول طريبا وإذا تفاخرت الشعوب بما أتى بلغاتها وبمنطق الأفواه فلنا الذي لا يبلغون جماله لغة بها يتلى كلام الله